منذ الصغر وقلب عبد الرحمن متعلق بالمسجد يصلي فيه كل الفرائض حتى صلاة الفجر وكثيرا ما كان يرح على جاره وصديق طفولته سامي ليصلي معه لأنه كان يحبه ويريد له كل الخير ولكن سامي بسبب غنى والديه وتدليله ما له لأنه وحيدهما كان لا يميل سوى لقضاء الوقت بين التلفاز وسماع الأغاني سافر عبد الرحمن مع والديه إلى الخليج وهناك أتم حفظ القرآن الكريم وأصبح شابا تقيا يخاف الله عز وجل ولا يعصيه ويعمل كل ما يستطيع لنيل رضاه وأثناء فترة وجوده بالخليج انقطعت أخبار صديقه سامي عنه وكلما سأل أحدا عنه لا يعطيه ردا يفرحه عاد عبد الرحمن وذهب إلى بيت صديقه ليسأل عنه ويطمئن عليه فكانت الصدمة الكبرى حيث وجد سامي يقضي يومه عبر مواقع الإنترنت ووجده متعلقا باكتشاف المواقع الإباحية وجمع الصور الخليعة حتى أنه صمم موقعا إباحيا يحتوي على صور خليعة ولديه مجموعة أشخاص مسجلين على الموقع يرسل إلى بريدهم آليا كل فترة ما يستجد لديه من صور إباحية فانزعج عبد الرحمن وغضب غضبا شديدا ثم صرخ في وجه صديقه وذكره بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وقال له يا أخي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا فكيف تكون مفتاحا للشر وتتحمل ذنوب الناس وتحمل على كتفيك أوزارهم يوم القيامة لم يتأثر سامي بانفعال صديقه وخوفه عليه وقال بهدوء ولا مبالاة هون عليك أنا شاب وأصحابي من الشباب يعشقون التسالي ويشكروني على ما أقدمه لهم وعندما على صوتهما دخلت والدة سامي وهي لا تعلم ما وقع ابنها فيه وقالت في غضب لماذا عدت كنا قد استرحنا منك ومن نصائحك دعوى الذي يفعل ما يحل له ولا تعكر صفوه خرج عبد الرحمن يستغفر الله ويطلب منه الهداية والتوبة لصديقه وبعد أسبوع واحد مات سامي قبل صلاة الفجر وهو أمام جهازه وعندما علم عبد الرحمن بوفاته بكى بكاء شديدا وأول ما فكر فيه إغلاق موقعه حتى لا تستمر ذنوبه بعد وفاته ولكنه لا يعرف الرمز السري للموقع للتصرف فيه أو إغلاقه ظل عبد الرحمن حزينا يفكر في مصير صديقه وبعد أيام فوج أبي والدة سامي تأتي له والحزن يملأ وجهها وتقول له رأيت في المنام شبابا من الجنسين يمرون على قبر ولدي وأسفل منهم حفرة من النار عميقة جدا ويحاولون أن يلقوا بولدي فيها فما تفسر ذلك يا شيخ عبد الرحمن صمت عبد الرحمن قليلا وهو يقول في نفسه أنت مشتركة فيما حدث له بسبب تدليلك له وعدم مراقبته والرؤية واضحة هؤلاء الشباب هم الذين أرسل إليهم الصور وأرسلوها بدورهم لمن يعرفون وهم يتبرؤون منه ويريدون التخلص منه كم من شاب نظر نظرة إلى صورة فتبع ذلك وقوع في فاحشة لقد مات ولدك وأنت لا تدرين شيئا عن خفايا الأمور مات ولكنه سيسأل يوم القيامة عن كل نظرة نظرها ونظروا إليها وكل فاحشة واقعها وواقعوها لا أدري كم يتحمل آثامهم ولكن عسى الله أن يتجاوز عنه ثم خرج عبد الرحمن عن تفكيره وقال لوالدة سامي في كل وقت أكثر من الدعاء له هو الآن يحتاج الدعاء لأكثر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أنت المقصود في هذه القصة وقرأها حتى تصدق ما أقول كان هناك صياد سمك جاد في عمله يصيد في اليوم سمكة فتبقى في بيته ما شاء الله أن تبقى حتى إذا انتهت ذهب إلى الشاطئ ليصطاد سمكة أخرى في ذات يوم وبينما كانت زوجة الصياد تقطع مصطاده زوجها إذا بها ترى أمرا عجبا رأت في بطن تلك السمكة لؤلؤة تعجبت لؤلؤة في بطن سمكة سبحان الله زوجي يا زوجي انظر ماذا وجدت ماذا إنها لؤلؤة لؤلؤة أخذ الصياد لؤلؤة وذهب بها إلى بائع اللؤلؤ الذي يسكن في المنزل المجاور نظر إليها جاره التاجر وقال لكنني لا أستطيع شراءها لأنها لا تقدر بثمن لكن اذهب إلى شيخ الباعة في المدينة المجاورة لعله يستطيع أن يشتريها منك أخذ صاحبنا لؤلؤته وذهب بها إلى البائع الكبير في المدينة المجاورة وعرض عليه القصة فقال له والله يا أخي إنما تملكه لا يقدر بثمن لكني وجدت لك حلا اذهب إلى والي المدينة فهو القادر على شراء مثل هذه اللؤلؤة وعند باب قصر الوالي وقف صاحبنا ومعه كنزه الثمين ينتظر الإذن بالدخول وحين رآها الوالي قال إن مثل هذه اللآلئ هو ما أبحث عنه لا أعرف كيف أقدر لك ثمنها لكني سأسمح لك بدخول خزانة الخاصة ستبقى فيها ست ساعات خذ منها ما تشاء وهذا هو ثمن اللؤلؤة قال الصياد سيدي لعلك تجعلها ساعتين فست ساعات كثيرة على صياد مثلي فقال الوالي لا بل ست ساعات كاملة لتأخذ من الخزانة ما تشاء دخل صاحبنا خزانة الوالي وإذا به يرى منظرا مهولا غرفة كبيرة جدا مقسمة إلى ثلاثة أقسام قسم مليء بالجواهر والذهب واللآلئ وقسم به فراش وثير لو نظر إليه نظرة نام من الراحة وقسم به جميع ما يشتهي من الأكل والشرب فقال الصياد محدثا نفسه ست ساعات؟ إنها كثيرة جدا على صياد بسيط الحال مثلي ماذا سأفعل في ست ساعات؟ حسنا سأبدأ بالطعام الموجود في القسم الثالث سأكل حتى أملأ بطني حتى أستزيد بالطاقة التي تمكنني من جمع أكبر قدر من الذهب ذهب صاحبنا إلى القسم الثالث وقضى ساعتين من الوقت يأكل ويأكل حتى إذا انتهى ذهب إلى القسم الأول وفي طريقه رأى ذلك الفراش الوثير فحدث نفسه الآن أكلت حتى شبعت فما لي لا أستزيد بالنوم الذي يمنحني الطاقة التي تمكنني من جمع أكبر قدر ممكن هي فرصة لن تتكرر فأي غباء يجعلني أضيعها؟ ذهب الصياد إلى الفراش استلقى وغط في نوم عميق وبعد برهة من الزمن سامع من يقول له قم قم أيها الصياد الأحمق لقد انتهت المهلة ها؟ ماذا؟ لم أخذ شيئا؟ نعم هيا إلى الخارج أرجوكم ما أخذت الفرصة الكافية ست ساعات وأنت في هذه الخزانة والآن أفقت من غفلتك تريد الاستزادة من الجواهر؟ أما كان لك أن تشتغل بجمع كل هذه الجواهر حتى تخرج إلى الخارج فتشتري لك أفضل الطعام وأجوده وتصنع لك أروع الفرش وأنعمها لكنك أحمق غافل لا تفكر إلا في المحيط الذي أنت فيه خذوه إلى الخارج لا لا أرجوكم أرجوكم انتهت القصة لكن العبرة لم تنتهي بعد أرأيتم تلك اللؤلؤة؟ هي روحك إنها كنز لا يقدر بثمن لكنك لا تعرف قدر ذلك الكنز أرأيت تلك الخزانة؟ إنها الدنيا انظر إلى عظمتها وانظر إلى استغلالنا لها أما عن الجواهر فهي الأعمال الصالحة وأما عن الفراش الوثير فهو الغفلة وأما عن الطعام والشراب فهي الشهوات والآن أخي صياد السمك وأنت المقصود قارئ القصة أما أنا لك أن تستيقظ من نومك وتترك الفراش الوثير وتجمع الجواهر الموجودة بين يديك قبل أن تنتهي تلك المدة الممنوحة لك وهي عمرك فتتحسر وأنت تخرج من الدنيا قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون